أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بولاه أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة طاها في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة وقبل أن ندخل إلى سورة طاها نريد أن نتعرف عليها فهذه السورة سورة مكية يقال إنها نزلت في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة النبوية وكان أولها سببا في إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المشهور عند أهل السيري والتراجم في قصة مشهورة عندما دخل على أخته وزوجها وهما يقرآن هذه السورة فلما سمعها دخل الإيمان في قلبه فأسلم هذه السورة من السور المكية بإجماع وقد ذكر أن فيها آية أو آيتين من الآيات المدنية لكن السورة من السور المكية هذه السورة تتحدث عن كرامة الله عز وجل واحتفائه بالدعاة وبالمدعوين كيف يكرم الله الدعاة ويرفق بهم ويعينهم ويسر أمورهم ويهديهم وينصرهم وينتقم لهم ممن يعاديهم وكيف يدعو هؤلاء الدعاة بقية الناس ويقدمون لهم هذه الدعوة في بينة ووضوح ودليل ظاهر وأسلوب باهر ومعجزة تقضي على الباطل وتزيل الشك من قلوب الناس فالسورة تدور حول الدعوة والدعاة وقد تضمنت قصتين القصة الأولى قصة موسى عليه الصلاة والسلام وخصوصا مع فرعون وأشارت قبل ذلك إلى ولادته وإكرام الله إياه ثم سفره إلى مدين ثم لحظات البعثة ثم المقابلة مع فرعون ثم مع السحرة ثم لما أهلك الله فرعون وملأه وأنجى موسى وبني إسرائيل ثم ماذا حصل من بني إسرائيل من إيثار عبادة العجل على عبادة الله عز وجل حتى تابوا وتاب الله عز وجل عليه هذه القصة الأولى وأما القصة الثانية فهي قصة آدم والعجيب أن هتين القصتين أشير إليهما في سورة مريم إشارة فقال الله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ثلاث آية وعما آدم فذكر اسمه فقط أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم فلما ذكر أو أشير إلى هذين النبيين الكريمين في سورة مريم ولم يذكر شيء من خبرهم ولا من قصتهم ذكرها الله عز وجل بشيء من البسط والإسهاب أو الإطناب في سورة طه وهذا على طريقة القرآن في أنه يشير إلى الشيء إشارة ثم بعد سورة أو سورتين يفصل فيه ويذكره ويبسط القول فيه بسطا هذه السورة بعض العلم يقول إنها سورة السعادة وأسبابها والشقاوة وأسبابها وقد افتتحها الله عز وجل بقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وختمها بقوله جل وعلا ومن أعرض عن ذك قال أهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى فيجعلون هذه السورة في الشقاوة والسعادة أسبابها وطريق الوصول إليها ونماذج عليها وهل مجر وهذه السورة مناسبة للسورة التي قبلها من جهة ذكر آدم وموسى ومن جهة أن السورة السابقة قد ذكر في آخر آية من آياتها فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وهنا قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فإنما جاء هذا القرآن بشارة لك وسبب من أسباب السعادة الدنيوية والأخروية ثم قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة أهلك الله قرونا كثيرة ومن أعظم هذه القرون ومن أظهرها وأجلاها وأوضحها وأقربها إليكم أيها العرب قصة فرعون ذلك الملك الكذاب الأفاك الذي صار من ملوك الأرض الظلومين الغشومين كيف رد على موسى دعوته فأهلكه الله شر إهلك وأهلكه أمام من كان يستضعفهم ويقتلهم ويبيدهم وذلك من رحمة الله عز وجل بأولئك المؤمنين وإشفاء غيظة افتتحت هذه السورة بقوله طاها وقد اختلف في قوله طاها على مذهبين منهم من يقول إنها من الحروف المقطعة فهي طاها حرفان من حروف التهجي افتتحت بها سورة طاها كما افتتحت بها بقية السور الثمانية والعشرين الأخرى مثل حامين قاف صاد إلى آخرين وهذا قول كثير من المفسرين أن طاها من حروف التهجي افتتحت به هذه السورة كقوله نون وقاف وصاد وغيرها وتعرفون أن قول المحققين في مثل هذا أن طاها وقاف وحاميم وطاسيم ميم كل هذه الصحيح فيها أنها حروف جعلها الله عز وجل في مقدمة هذه السور ليبين أن القرآن مؤلف منها وأن الله يتحدى العرب أن يأتوا بشيء من هذا القرآن الذي جمع من هذه الحروف التي تتحدثون بها ولذلك قل ما تذكر إلا ويذكر بعدها القرآن ألف لهم ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر إلى آخره أما القول الثاني في معنى طاها فهو أنها ليست من الحروف المقطعة ولكنها لغة عند العرب وقيل عند غير العرب أيضا لكنهم قالوا إنها لغة عند عك من قبائل العرب طاه بمعنى يا رجل أو يا حبيبي فصارت كأنها خطاب يعني يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أو يا حبيبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قال الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لما نزل القرآن قام به المؤمنون وصاروا يصلون به في الليل ويطيلون به القيام فقال المشركون انظروا إلى هؤلاء لقد أشقاهم ما نزل عليهم أو ما جاءهم فرد الله عليهم بهذه الآية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والقرآن ما نزل ولا نزل فيه شيء يكون سبب من أسباب الشقاوة إنما تكون الشقاوة بترك القرآن وترك ما فيه وأظهر دليل على ذلك يا إخواني حال الأمة الإسلامية اليوم فهذه الشقاوة التي نعيشها والنكد والضعف والهزائم المتتالية والذل والصغار الذي نراه قائما فينا إنما هو بسبب تنكبنا لكتاب الله وتركنا إياه وإلا يوم كانت أمتنا قائمة بكتاب الله محكمة له ودين الله فيها ظاهر وكتاب الله عز وجل مهيم على كل صغيرة وكبيرة فيها كانت أمتنا عزيزة وكانت لها السيادة والريادة والتقدم والحضارة وكان ملوك الأرض يدفعون الجزية لأمير المؤمنين وكان هارون الرشيد يقول للسحابة أمطري أن شئتي فسيأتيني خراجا يعني أنا أمطرت في ديار الإسلام أو أمطرت في ديار الكفار على كل الأحوال سيأتيني ما فيك من منفعة انظر لهذه العزة هذا الإمام الذي هو هارون الرشيد كان يحج عاما ويغز عاما كان يلاحق المبتدعة وما ظهر للمبتدعة الشوكة ولا شاء إلا بعد موته في عهد ابنه المأمون لكن انظروا يا إخواني متى حكم هذا الكتاب كان سببا للسعادة والرقي والتقدم والحضارة قال الله عز وجل إلا تذكرة لمن يخشى أي ما أنزلنا هذا القرآن إلا تذكره موعظة لكن لمن؟ لمن يخشى هو موعظة للعالمين ولكن الذين ينتفعون به هم من يخشون الله وهذا يبين لنا منزلة الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية أشد من الخوف لأن الخشية خوف مقرون بعلم وأما الخوف فيكون بعلم وبغير علم فالإنسان يخاف من المجهول يخاف من الظلمة لكن الخشية لا تكون إلا مع علم إنما يخشى الله من عباده العلماء وإنما ذكر أن القرآن تذكره لمن يخشى لأن الذي يخشى لا بد أن يتعظ بالقرآن ولهذا إذا أردت أن تتعظ بالقرآن وتنتفع به فتفقد الخشية في قلبك لأن القلب هو التربة التي تستقبل المطر من السماء القرآن مثل المطر والقلب مثل التربة طيب فإذا كانت التربة صلدة جامدة ونزل عليها المطر ماذا يحصل ما تنتفع ولا تستفيد يذهب المطر يمين وشمال لكن إذا كانت طيبة ونزل عليها المطر أنبتت الكلأ والعشب الكثير فهذا مثل قلوبنا مع القرآن إذا أردتم أن تنتفعوا بالقرآن فطيبوا قلوبكم مملؤها بالخشية وأكثر من الدعاء الذي كان يختم النبي صلى الله عليه وسلم به مجالس اللهم اقسمني من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا قال الله عز وجل تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا أي هذا القرآن نزل عليك تنزيلاً ومادة التنزيل كما يقول علماء تدل على التقطيع والتنجيم بخلاف مادة أنزل أنزل تدل على الإنزال الكلي إننا أنزلناه في ليلة القدر هذا إنزال جملي نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماوات الدنيا أما التنزيل فهو نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل على رسول الله جملة واحدة وقال الذين كفروا لو لا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً أي أنزلناه مقطعاً ومنجماً لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً قال تنزيلاً ممن خلق الأرض وبدأ بالأرض لماذا؟ لأنه أنزل لأهل الأرض فلما كان تنزيله على أهل الأرض بدأ بهم ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى أي الذي أنزله الرحمن وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته والاستواء هو العلو والارتفاع وهو علو لا نعرف كيفية نعلم معناه ولا نعرف كيفية لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أننا لا نعلم كيفية ذات الله لا نعلم كيفية صفات الله وقد جاء ذكر الاستواء على العرش في القرآن في سبعة مواطن ومع ذلك أنكرته كثير من طوائث المسلمين مع وضوحه وظهوره في كتاب الله وإجماع السلف عليه جاء رجل الإمام مالك وهو في مجلسه في المسجد النبوي فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ففارق الإمام مالك وخفض رأسه وعلته الرحضاء صبب عرق سؤال غريب من الذي يجرؤ على أن يسأل عن كيفية صفة من صفات الرب من الذي يستطيع أن يصف الرب سبحانه وتعالى أو يكيف صفته ثم رفع رأسه وقال تلك الدرر من الجواب العظيم الذي أُلهم إياه إلهاما قال الاستواء معلوم معروف المعنى والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد وهذا الجواب روية عن ربيعة الرأي أحد شيوخ الإمام مالك وروية عن أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأجمع السلف عليه ومن ضل فإنما يضل بأمر الله لأن من طوائف المسلمين من قال الرحمن على العرش استوى استولى تعالى الله عن ما يقولون عروة كبيرة وانظروا يا إخواني فروا من إثبات صفة الاستواء لله فوقعوا في شر مما فروا منه وهو أن العرش ليس ملكا لله فالله استولى عليه بعد أن لم يكن له تعالى الله وهذا مثل ما قالت اليهود قال الله لهم قولوا حطة يعني احطط عنا ذنوبنا فقالوا حمطة زادوا نونا وهؤلاء قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قالوا استولى قال الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى لما جاء إلى الملك ذكر ما هو حقيق بالملك هو السماوات لأنها أعظم من خلق الأرض ولذلك قال له وحده وهذا أسلوب من أساليب الحصر تقديم ما حقه التأخير له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى كل ذلك له جل وعلا أي وما تحت الأرض السابعة وإن تجهر بالقول يعني إن تكلمت فرفعت صوتك فإنه يعلم السر وأخفر الله لا إله إلاه لا معبود بحق سواه له الأسماء الحسنى فانظروا يا إخواني كيف يجمع أنواع التوحيد وأنواع التعظيم لله الذي أنزل هذا القرآن لنأخذ هذا القرآن بقوة ونعلم أن ما قاله الله فيه من أنه مصدر للسعادة وأنه لا يمكن أن يشقى من أخذ به نأخذها بجد لأن هذا الكلام جاء من عند الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهو الذي يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر قال الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى استفهام على سبيل التقرير إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أناست نارا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى خرج موسى عليه الصلاة والسلام من عندي أهل امرأته في مدين بعد أن قضى الأجل قضى الأجل تاما كاملا عشر سنين اشتاق إلى أهله وإلى أمه وإلى قومه فأراد أن يرجع إليهم ويتفقدهم ولما كان بالطريق قرب الطور يعني في أرض سيناء كان الليل شاتيا ومظلما شديد الظلمة واختلف عليه الطريق وأراد أن يشعل النار فقدح الزناد فلم يشعل نارا فتعجب فالتفت فرأى نارا أبصرها من بعيد فقال لأهله قم كثوا انتظروا وهذه عادة الرجال هم الذين يقومون بالمهمات الصعبة مهمات التي فيها مخاطرة ويحمون النساء ما يعرضوهن للمهالك لأنها مثل الرجل لا ليست مثل الرجل لها أعمال وعليها أعباء تختلف عن أعباء الرجل وأعماله قال لأهلهم كثوا يخدمهم ويقوم بواجبه نحوهم هذا خلق الرجال الذين يعرفون أنهم رجال قال أم كثوا إني أبصرت إني آنست نارا أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس طيب هذا القبس لماذا يقبس من النار جذوة أو قطعة من أجل أن يستدفئوا به لقوله في سورة القصص لعلكم تصطلون وهذا يدل على أنهم كانوا في الشتاء وقوله قبس يدل على أنهم كانوا في الليل قال أو أجد على النار هدى سبحان من ألهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول أو أجد على النار هدى لأن المفترض أن يقول أن أقبس لكم من النار ويسكت قال أو أجد على النار هدى فوجد الهدى وأي هدى هدى الدنيا والآخرة ولم يقل أو أجد هاديا أو دليلا يدلني على الطريق وجد الهدى قد نزل في ذلك الموطن قال الله عز وجل فلما أتاها وصل إليها نودي يا موسى جاءه النداء لا يدري من أين إني أنا ربك لاحظوا يا إخوان تعريف بالنفس في أول لحظة من لحظات اللقاء وهذا الذي يستنكف منه كثير من الجاهلين عندما تقول له عندما يطرق الباب من يقول أنا طيب من أنت يقول لك أنا افتح ولا يريد أن يخبر عن اسمه يتعالى عن ذكر الاسم ترون أننا نحن الآن يسلم بعضنا على بعض ويستنكف الواحد أن يعرف بنفسه في الناس لماذا حرف بنفسك ربنا سبحانه وتعالى في أول لقاء مع موسى يقول إني أنا ربك ويقول مؤكداً هذا المعنى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا ربك ولما قال ربك طمنه لأن الرببية تقتضي العناية والرعاية والرحمة والرفق والرفادة والعون والغوث فيطمئن لكن لو قال إنني أنا الله من أول لقاء نتهيّ بموسى قال الله عز وجل فاخلعنا عليك قيل اخلعنا عليك لأن هذا المقام مقام طيب وكان من عادتهم إذا دخلوا الأماكن الطيبة والمساجد والمصليات يخلعون نعالهم قد ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم وهذا يؤكد هذا المعنى فكانوا إذا جاءوا إلى أماكن العبادة يخلعون نعالهم فخلعها خضوعا لله وذلا بين يديه وطاعة لأمره جل جلاله وقيل خلعها أو أمره الله بخلعها لأنها كانت من جلد حمار لم يذكى كما ذكر ذلك بعض السلف والله أعلم بصحة هذا الذي قالوه إنك بالواد المقدس طوى أنت بالواد المقدس أي المطهر واد عظيم له حرمته ومكانته واسمه طوى هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في كلمة طوى وقد جاءت بدلا من قوله إنك بالواد المقدس الواد المقدس ما هو طوى أي اسمه طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أنا اصطفيتك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار هذا اختيار الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فاستمع لما يوحى وهذا يدل على أن أول منزلة من منازل استقبال الوحي هي الاستماع له قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته استمع يتلو عليهم آياته وإذ صرفنا إليك نافرا من الجن إيش استمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وهذا يؤكد أن الإنسان إذا استمع وصدق في قلبه أن يقبل ما يستمع إذا كان حقا فإن الله يهديه ويكون هذا الاستماع نعمة عليه وبركة وإذا قل يا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فاستمع لما يوحى ما هو الذي يوحى هو ما يلي إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا يعبد أحد بحق سوى فاعبدني يا موسى ووحدني ولا تعبد أحدا سوى ولما ذكر العبادة ذكر أجل عبادته فقالوا وأقم الصلاة لذكر في سورة بريم تذكرون كيف عيسى يقول وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وإسماعيل يقول الله في حقه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وزكريا خرج على قومه من المحراب وهنا يقول الله عز وجل في أول لقاء أول وحي يلقى على موسى أقم الصلاة لذكري يعني كلما ذكرتني فأقم الصلاة وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك وتلقوا له وأقم الصلاة لذكري قال الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها سبحان الله في قضايا الإيمان أو في قضايا الدين تجد أن الإيمان بالله يقترن دائما بالإيمان باليوم الآخر لأن النفس لا تستقيم إلا بالإيمان بهما وإذا لم يؤمن الإنسان بهما لا يمكن أن يستقيم في طاعة الله لأن الإنسان إما أن يخاف الله أو يخاف لقاء الله يعني إما أن يعرف الله حق المعرفة ويؤمن به حق الإيمان أو يخشى من لقاءه فكلا الأمرين يسوقانه إلى الله سوقا ولذلك قال وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية لا بد من إتيانها ولا شك في قيامها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قال أكاد أخفيها يعني أكاد أخفيها من الناس ولما أخفها لكوني وضعت عليها علامات تدل عليها ولو شاء الله لم يجعل لها علامة بل ما يشعر الناس إلا وقد قامت الساعة لكن منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نرى علامات الساعة وأشراطها هذا قول والقول الثاني وعليه كثير من السلف أكاد أخفيها من نفسي أي من شدة إخفائي إياها أكاد أخفيها من نفسي فلم أطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وإذلك قال في سورة الأعراف ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ما أحد يطلع ما أطلع الله أحدا من خلقه عليه لا ملكا ولا نبيا ولا أحدا من عباده ولا أنزل ذلك في كتاب من كتبه نحن إلى اليوم في كل عام نسمع من من يدعي أن الساعة ستقوم في اليوم الفلاني في الساعة الفلاني والعجيب نختجد في أهل الإيمان وفي المسلمين من يصدق مثل هذه الدعوة يقال أنه في يوم كذا وكذا في ساعة كذا ستقوم الساعة سبحان الله عندنا حقيقة قرآنية من لم يؤمن بها فهو كافر الساعة مخفاة ما يطلع عليها أحد ولا يعلم بها إلا الله حتى جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وغيرهما ما يدرون عنه قال الله عز وجل لتجزى كل نفس بما تسعى أي الساعة آتية من أجل أن تجزى كل نفس بما تسعى قال الله عز وجل فلا يصدنك عنها لا يصدنك عن الإيمان بها من لا يؤمن بها من كان متشككا في قيامها إياك أن يصدك عن الإيمان بها أو عن العمل لها قال من لا يؤمن بها واتبع هواه صار إلهه هواه يتبعه فيقوده الهوى إلى الردع قال واتبع هواه فتردع يعني فتهلك لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتهلك كما هلك قال الله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى يسأله الله ليس سؤال المستعلم الذي يريد أن يعرف الحقيقة لأن الله يعلم السر وأخفى وما يخفى عليه مثل قال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولكن أراد أن يلفت نظر موسى إلى الذي بيده ما تلك بيمينك يا موسى وانظر كانت بيمينه لأنها شيء طيب والأنبياء لا يحمل الأشياء الطيبة إلا بيمينه وأما الأشياء الخبيثة فهم يضعونها أو يتعاطونها بشماله قال هي عصاي هذا هو الجواب لو اختصر عليه موسى لكان كافيا ولكنه استلذ المناجات مع الله عز وجل الآن في حضرة الملك ويسألك الملك بالله ما يكون عندك يعني رغبة شديدة وجامحة في أنك تطول الحديث معه قال هي عصاي ثم ذكر في أي شيء يستعملها فكان ذكيا حيث لم يتعد ولم يقصر ماذا قال أتوكأ عليها أجعلها تكأة لي عندما أسير وأهش بها على غنمي أكثر الناس يفهمون هذا أهش بها على غنمي يعني أفعل هكذا لا أهش بها على غنمي أي أرفعها حتى أمسك غصن الشجرة ثم أفعل هكذا حتى ينزل الهشيش وهو الورق الذي يكون في الشجر الذي لا تستطيع الغنم أن تصل إليه لعلكم تشاهدون أهل البادية يكون معه عصى محجن أو عصى معقوفة الرأس فإذا وصل إلى الشجرة وقفت الغنم بجواره تنتظر أن يهز الشجرة فإذا هزها تساقط الورق والثبر فعدت عليه قال وأهش بها على غنمي ولو كانت أهش بها يعني أسوق بها غنمي لقال وأهش بها غنمي ولم يقل على غنمي لما ذكر هذين الأمرين ما يدري هل الرب سبحانه وتعالى يريد أن يستمع للباقي من الأسباب أو من أعمال هذه العصى أو لا يريد فذكر جملة مجملة إذا كان يريد فسيقول وما هي وإذا كان لا يريد سكت عنه قال ولي فيها مآرب أخرى هذا من الذكاء لأنه إذا كان الله يريد منك أن تعلمه بالمآرب الأخرى قال لك أخبرني ما هي المآرب الأخرى وإذا كان لا يريد ذلك لأن المقام ليس مقام سؤال عن العصى ومهماتها في الحياة فإنه سيسكت عن ذلك وهذا ما حصل قال ولي فيها مآرب أخرى وقد عد العلماء عشرة مآرب للعصى منها أن الإنسان يهش الهوام عن نفسه ويقتل بها الهوام ويحمل بها المتاع ويحمل بها أيضا إذا كان على ناقته أو حماره وغير ذلك قال قال ألقها يا موسى هذا هو المراد من السؤال ما تلك بيمينك عصى طيب ألقها إذا كانت عصى ألقها لتنظر ماذا نصنع بها قال ألقها يا موسى فألقاها لا يدري لماذا أمره الله بأن يلقيها فإذا هي حاية تسعى والحية هي الكبير من الثعابين وقال تسعى أي تتحرك وفي سورة النمل قال جان والجان هو الحية الصغيرة أو الثعبان الصغير الذي حركته سريعة إذن من مجموع هذه الأوصاف ثعبان ضخم يتحرك حركة سريعة بخلاف الحيات إذا كانت ضخمة ما تتحرك حركة سريعة تجد حركتها بطيئة أما هذه التي حصلت لموسى تحولت إلى حية وعظيمة ضخمة وتتحرك حركة سريعة كأنها جان أي كأنها تلك الحية الصغيرة التي تحرك حركة سريعة قال الله عز وجل فإذا هي حية تسعى أي تتحرك قال خذها فخاف موسى لأن من طبيعة البشر أنهم يخافون من الحية من كانوا لا يكاد يستمع من ذلك أحد يقال إن موسى أخذ مدرعته طرف مدرعته فتوق بيده ليأخذ فقال له جبريل أرأيت لو أن الله عز وجل أراد أن تلدغك أيمنعك ثوبك قال لا والله لا يمنعني ثوبك قال فاستلمها يا موسى خذها مع فمها قال خذها ولا تخف خلاص انزع الخوف من نفسك أنت في حضرة الكريم الذي يرعاك ويتولاك سنعيدها سيرتها الأولى من حين ما تمسك بها تتحول إلى عصى جماد لا يتحرك لا يتنفس لا يرى لا يبصر لا ليس فيه روح وليس فيه حياة قال قال الله عز وجل واضم يدك إلى جناحك اجعلها تحت عضدك اضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء مثل القمر تتلألأ حتى في ظلمة الليل يرى لها نور بيضاء من غير سوء أي من غير عيب ولا مرض ولا برص من غير سوء آية أخرى آية إضافية كلا الآيتين إذا تأملتم نلاحظ أنها من قبيل قلب الأشياء قلب حقائق الأشياء وهذه التي تقليب الأشياء وقلب حقائقها من عمل السحرة السحرة هم الذين يقلبون الأشياء يجعل لك الحذاء طعام ويجعل الكربية رسي حيوان يتحرك مثلا يقلب حقيقة الشيء أو يسحر أعين الناس فترى الشيء على غير حقيقته فجاءت آية موسى من جنس ما كان أولئك القوم قد برعوا فيه حتى تكون آية من نفس الشيء الذي هم يتقنونه ويقومون به كما فعل الله عز وجل بعيسى عليه الصلاة والسلام أعطاه آية من جنس ما برع فيه القوم الذين بعث فيهم فهم كانوا قوما أطباء يعارجون المرضى والطب قد فشى فيهم فالله أعطاه آيات ما هي يمسح بيده على الأعمى الذي ولد وهو أعمى فيبصر وعلى الأبرص فيعود لونه طبيعيا وأكثر من ذلك ينفخ في الميت فيقوم حيا طب مهما بلغ ما يمكن أن يصل إلى أن يفعل واحد من هذه الثلاثة فأعطي عيسى آية من جنس ما برع فيه قومه لأن التحدي إنما يكون في هذا أنت إذا جئت إلى إنسان بارع في الصناعة تقوله تعال أنا تحداك في البناء ما يصلح يقوله يا خل تعلم البناء وبعد أنت تحداني فيه قال الله عز وجل لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى هنا جاءت تكليث وجاءت الرسالة ولعلنا نقف عند هذا الحد لنكمل إن شاء الله في المجلس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بآيات القرآن العظيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك شكرا